طيب نروح بقى لتدريب النادي الأهلي النهاردة كان التدريب الصباحي وعلى طول كولر مداش راحة ولا أجازة وكان عامل تدريب استشفائي لكل اللعيبة اللي شاركت فيه مباراة القطن الكاميروني بالأمس النقطة الإجابية اللي عايز أقولها فيه بشرة صرة لكل جماهير النادي الأهلي بعد الغيابات العديدة اللي كانت موجودة في مباراة القطن لدرجة حتى أن مرسي الكولر اضطروا أن يكمل القايمة بعدد من اللعيبة عشان يبقى فيه تسع على دكة البودلاء ولكن البشرة الصرة اللي موجودة فيه تمرين النهاردة وقدم كم يمكن جزءهم من التدريب الصباحي محمد شريف الحمد لله دخول رحمد أبو عبلي قال أنه جاهز للمشاركة في مباراة المقاولين العرب ولكن تبقى طبعا الرؤية الفنية لمرسي الكولر ولكن محمد شريف جاهز لخوض مباراة المقاولين والإصابة أو الكادمة اللي تعرض لها بالأمس كانت كادمة قوية في الحض مش هتعوقوا عن المشاركة في الفترة اللي جاي قدامنا عمر السلية وحسين الشحات وكلام كتير جدا هل حسين ممكن يلحق مطش سانداونز ولا لأ هل عمر السلية ممكن يلحق المطش اللي جاي ولا لأ حسين الشحات لسه شوية مش هنقدر نأكد أو ننفي يعني ننفي مسألة إن حسين يلحق ولا ما يلحقش يعني متولي وحسين متولي بنسبة كبيرة خارج حسابات مطش الأهلي وسانداونز ورحلة الكاميرون كمان ولكن حسين هننتظر خلال التمانية واربعين ساعة اللي جاي بالنسبة لعمر السلية بإذن الله إن شاء الله هيكون جاهز خلال الفترة اللي جاي مش هيبقى طبعا موجود في مطش المقاولين ولكن بعد مباراة المقاولين هيكون مع الفريق اللي مسافر بإذن الله إلى الرحلة اللي هتكون مدتها حوالي عشر حداشر يوم مباراة في سانداونز وصم مباراة مع القطن الكاميروني طيب ده بالنسبة للسلية وبالنسبة لحسين الشحات وبالنسبة ليه محمود متولي كهرباء الحمد لله جاهز للدخول في المباريات الرسمية خلال الفترة اللي جاية ونفس الأمر بالنسبة لأحمد عبدالقادر وبالتالي احنا بنتكلم بخصوص السلية عبدالقادر كهرباء تلاتة يقتربوا بنسبة كبيرة إن شاء الله للتواجد مع الفريق خلال المباريات القادمة موقف السلية يتحدد بعد مباراة المقولين حسين الشحات أيضا هنستنى عليه حوالي 48 ساعة لكن محمود متولي وخالد عبدالفتاح بنسبة كبيرة ممكن يكونوا مش متاحين خلال الفترة اللي جاية زي ما قلت لكم النهاردة كان التدريب مهم جدا كانت تدريب استشفائي ليه جاهزية مباراة المقولين قهرباء الحمد لله إن كان عنده ألام كده في العدلة الضمبع لكن انتهت من تنفيذ البرنامج التأهيلي وإن شاء الله هيكون جاهز خلال الفترة اللي جاية ده جانب جزء هو قدامكم من التدريب وإن شاء الله بإذن الله يكون الأهل جاهز لمواجهة المقولين فكرة بقى راحة الأساسيين والدفع بالناشئين برح السوشيال ميديا كان فيها كلام كتيب قوي بخصوص الموضوع ده ولكن عندي ثقة كبيرة جدا في مسألة الدفع بعناصر أخرى جاهزة في هذه المباراة ولكن مباراة المقولين على فكرة صعبة جدا المقولين السنة دي عامل نتائج مزهلة بصراحة كانت إن شاء الله جريب عامل نتائج كويسة جدا والمطشة هيبقى صعب والمكسب مهم لأن انت رايح سانداونز وعندك دوافع ولازم تبقى زهنيا حاضر ومش محتاج ضغوط فكل الأمور دي كان الله أفعون الجهاز الفني مع ضغط المباريات المعدلة أعتقد صعبة جدا ولكن عندنا ثقة كبيرة جدا في اللعيبة وفي الجهاز هيتخطو هذه المرحلة وإن شاء الله جهزية لمباراة المقولين العرب